علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدون هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد علي بن أبي طالب بمكة بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي ثلاثين سنة نشأ وتربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فكان له القدوة الصالحة والمثل الأعلى أسلم في العاشرة من عمره حينما نزل الوحى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه أصبح أول من أسلم من الصبياني عاصر مسيرة الإسلام منذ بدايتها بل منذ الساعات الأولى منها تلقى دروس العلم على يد معلمه الأول الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم برد الأمانات لأصحابه يوم الهجرة إلى يثرب نام في أفراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ليخدع المشركين فكان أول فدائي فالإسلام تزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة فأنجبت له الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله لعلى بن أبي طالب يوم خيبر عندما قال لأعطي أن الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله فكان هذا الرجل على بن أبي طالب شارك علي بن أبي طالب في كل الغزوات ماعد غزوة تبوكا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهل المدينة جاهد مع كل من الصديق والفاروق وذى النورين أثناء خلافتهم وتوفوا وهم راضون عنه موسيقى